المتخبات الكبيرة استراتيجية تكوين والعديد من الأمور البرتغال بهذا المستوى هل يلي أنه لعبت ربما ليست بالأسماء البارزة تحها بذات المستوى لأنها متاهدة لها سلفا أم أنه يمكن أن يحدث لها مثل ما حدث مع البرازيل مع فرنسا الفرنسا خسرت من تونس البرازيل خسرت من الكاميرون والبرتغال خسرت لذلك هذه المباريات الثلاث أو المباريات المرحلة الثالثة لا تقاس على مستوى أي منتخب بالنسبة لكبيرة أكيد حكيم ليس هو المستوى الحقيقي نعم هذا للمنتخب يعني للمنتخب يعني الفريق الأساسي تشكيل الأساسية نحب أن نكره كاينديس وطوماتيس دكتة لعب بيرناردو مع رونالدو في الوسط مع سيلفا تمشي ملاح نحب أن كونسيلو يلعب ملاح مع دافيد سيلفا أحسن بيرناردو سيلفا نظل أن اليوم بدون أنه نقص من إنجاز هذه المنتخبات بين قوسين صغيرة في عدة عوامل عاملات منها العوامل التكنولوجية كما قال لك تكنولوجيا اليوم على بينهم 90% قع الناس على بينهم بل المنتخب مثلا البردغالي رح يكون فيها تغييرات كثيرة ومن لماذا هذه التكنولوجيا تصل إلى ما تقولونه على ما يسمى منتخبات كبيرة التكنولوجيا تكنولوجيا تنطبق عليه تنطبق عليه تنطبق على الجزائر والكاميرون مثل ما تنطبق على البرازيل كيف استغلالها؟ كل واحد والجودة على اللعبين تعه أنت تستغل لا تستغلها مية بالمية فطح الجودة من صنع الفارق فوق أرضية الميدان تكنولوجيا لن تأتي معك إلى الميدان نوعية اللعبين نوعية الميدان كيف أنت تستغل ضعف المنافس ونقاط ضعف المنافس وكيف أنت ترد نصائح المدرب إلى أنك أنت تسيطر على المنافس كنت تتحدث على منتخب البرتغال برتغال شيئنا أبينا معروف لو يخسرهم دلطر والجوار راح تتكوانسهم البرازيل عندهم صح لما تتحدث على ما بين شون نقدر نتحدث على البرازيل لما تتحدث على المنتخب الثاني البرازيل يا حكيم فرضيا من نجوم من نديتهم بعد قليل خليني تحدث على مواجهة غانا